بسم الله والصلاة والسلام والرسول الله احنا اخذ مع بعض الفصل الرابع عشر النص لصفة السلسة الاعداجة قصة شجر الدر طبعا احنا عارفين ان توران شاه كان جاي على مصر لما استدعته من شجر الدر يبقى عندما بلغ توران شاه مصر زهب مسرعا الى المنصورة اللي كانت فيها القصر اللي عادة فيه من شجر الدر اول ما جاء توران شاه فأعلنت شجر الدر حين ذاك وفاة السلطان يبقى خلاص لان فيه حد ما كانه حياخد عشان محدش يتنازع على الملك يعني ما يعشان متركوش على الملك وتولية ابنه توران شاه خلفا له يبقى اعلنت ان السلطان مات وابنه توران شاه ايه هو اللي حياخد الملك هيبقى خديفة ليه طيب يا طرى ثابته لا ما ثابتهوش لم تخلي يدها من الامر عشان هي عارفة ايه اذ لم يكن له هم سوى شاهواته ومتعته عشان هو ملهوش هم في الدنيا غير شاهواته وانه يتمتع بس يعشان كده لم تخلي ايه يدها يعني لم تفرخ يدها من الامر يعني برضو بدأت تدبر حيل الدول ولم يهتم بالموقف وبدأ عمليه بسقطات يعني باخطاء بدأت باخطاء اخضبت الامر الامراء يبقى بدأ كمان العمل بتاعه باخطاء وملأت القلوب حقدا عليه خلت الناس كمان بيحقدوا عليه لا ومش بس كده كمان ده ارسل الى شجر الدر يطالبها بمال ابيه هاتي بقى مال ابيه ده نال لي جايبك يا ابنه ويحاسبها على ما انفقته في غلزة وجفاء يبقى بيحاسبها انت انفقت فين في المال ابوي غير مقدر لها موقفها او مواقفها الموقف بتاعتها يعني المجيدة اللي هي العظيمة ومن بزلت من جهد في حماية الوطن مش بيقدر لها اي حاجة في حماية الوطن والجهود اللي هي بزلت قال الامراء لشجر الدر في تزمر الامراء قالولها في غضب كده قالولها ايه قالولها وما الرأي في هذا السلطان الذي لا يصلح للملك نعمل في ايه ليس هو الذي يدبر الامور في هذا الموقف العصيب يعني الموقف الصعب ده هنعمل في ايه بقى قالت باسمة اليس الوطن اولى بكل تفكير في هذا الوقت اي تفكير الوطن هو احق به اولى يعني احق لازم نفكر في الوطن اول حاجة واحق بكل جهد يبقى الوطن هو احق باي جهد لنا فلننسى كل شيء حتى يتم النصر سبكوا منه يعني وفكروا بس النقو ايه تنتصروا لكنها طبعا الامراء بيقولها لكنها اهانات متكررة وحق لا يطاق ولا يسكت عليه وتصرف يودي بنا جميعا يعني ايه يودي بنا جميعا يعني يهلكنا يعني بيهلكنا جميعا واذا كان هذا موقفه مننا والمعركة على اشدها يعني والمعركة شغالة وهو المفروض يبقى معينا والدنيا يعني مش قد كده مش فضلنا وموقفه مننا متكرر في حمق وبيبهدلنا كده ما بينك بقى فماذا ننتظر بعدما تضع الحرب او زرها يعني ايه تضع الحرب او زرها يعني بعد ما الايه ما الحرب ما ايه ما تنتهي او تخلص هنعمل ايه هيعمل فينا ايه بقى لو هو فضلنا بقى تمام قالت وواجهوها ينطق بما في صدرها من الالم مدبر الليل والنهار يتصرف يا بيبارس يبقى مدبر الليل والنهار ايه يتصرف يا ايه يا بيبارس يبقى هي كده انinasا تقول من اا ابراس بيبارس والذي مد سيفنا الى عنق دارته قادر يا انه يريحنا ويذهب ويذهب عننا الاذى والحزن يبقى من اللى موت دارته لو تفتكروا كان بيبارس و ايه اللى موت دارته يبقى هي بتلمح له كده ان هو ايه اللى موته و قادر أن ايه يريحنا ويذهب عنا الاذى والحزن ورح اتقالت دعنا من تران شاه اليوم خلوا كده على جنب شوية وخللنا في المعركة يبقى يعني اتركونا كده ايه اتركنا في المعركة واغبرني بما تم في القطة الجديدة اقول لي بقى اللي تم فيه الخطة الجديدة بتاعتنا يلا نشوفوا المعركة اللي هم مدخلين عليها قال بيبرز في عزم صادق انتهينا يا مولاتي من صنع الصفن وسنحملها يبقى سنحملها مفصلة يعني مفككة حياخدوها متفككة كده الى بحر المحلة وهناك يتم تركيبها يبقى حياخدوها كده حتات ويركبوها هناك في بحر المحلة تم ثم سوري تشحن بالرجال والزخيرة يركبوها في المحلة بحر المحلة وبعدين يشحنوها بالرجال والزخيرة وتقف في طريقة السفن الفرنجية القادمة بالميرة من دومياط يبقى حتقف فيه وجه الافرنج اللي جايين من ايه من دومياط فيموت لويس ومن معه جوعا ان ركب رأسه يبقى حيموت من الجوع لو ركب رأسه يعني يصمم على رأيه ولما يسلم يعني ما استسلمش لنا او يسرع بالفرار ويروح بقى مطرح ما جاء من لبلده يبقى كأنهم يعني هيحبسوهم في دومياط علشان ايه علشان يموتهم من الجوع او ان هما يحربوهم فيكسبوهم طبعا المصريين او ان هو يسلم نفسه او يمشي بقى ويفر ويهرب لبلده فسرت شجر الدر لما سمعت او لما سمعت وجعلت تطيب خواطر الامراء يبقى بتطيب خواطرهم ليه ليرجقوا ما في نفوسهم الى ما بعد المعركة يعني ايه لو يرجقوا يعني ليؤجلوا عشان يؤجلوا اللي في نفسهم لحد بعد المعركة فخرجوا مقتنعين برأيها وندفعوا الى العمل لينهو الحرب وبعدها تلتفت سيوفهم الى رقبة تروان شاه ثم زادت الاخبار السرة شجر الدر سرورا في اخبار السرة جت لها فقط وردت بما يسلج صدرها يعني يسلج صدرها يعني يريح صدرها يعني حاجة كده فرحتها وخلتها مصرورة وريحة قلبها ويقوي املها في النصر يا ترى ايه اقبلت مراكب الفرنج من دوميوت محملة بالزاد والعتاد يبقى بيقولك ان هو الموقف ده اللي هي فرحانة علشانه وان كان فيه بيحكي لك الموقف يعني اقبلت مراكب الفرنج من دوميوت وكان فيها زاد وعتاد ففاجأتها سفنانا المتربصة لها يعني المتربصة لها اللي هي مستنيها المنتظرة لها يبقى السفنانا كانت مستنية السفينة او السفن بتاعت او المراكب بتاعت الفرنج اللي كانت جاية من دوميوت ومليانة زاد وعتاد فاخذنا مراكبهم اخذنا المراكب كلها اللي جوها الزاد والعتاد قد ايه 52 مركبة يبقى قد ايه 52 مركبة اخذوهم اغزة رابية يعني شديدة وقتلنا منهم نحو الف وقتلوا الف منهم وغنمنا كثيرا من الغناء يبقى اخذوا كثير من الغناء وصلت مراكب الفرنج بالميرة الكثيرة يبقى الحدث التاني دا اللي فرح برضو شجر ضر يبقى دا الحدث الاولين دا الحدث التاني انه وصلت مراكب تانية بالميرة يبقى الاولين هي كانت في دوميات ومحملة بالذات والعتاد فيها 52 مركبة وقتلوا منها 1000 واخذوا الغناء تاني حاجة انه وصلت برضو مراكب تانية بالميرة اللي احنا قلنا كان فيها الفرنج تمام فالتقت بها سفن انا يعني سفن المصريين اتقابلوا مع المراكب دي السفن بتاعت المصريين زي ما احنا قلنا وقضت عليها جميعا يبقى المصريين اضعوا على المراكب كلها ولم يفلت واحد من رجالها مفيش واحد فر منهم كلهم ايه خلاصوا عليهم وكانت اتنين وتلاتين مركب اتنين وتلاتين مركب يبقى بالميرة كان اتنين وتلاتين اما بدمياط او مراكب اللي كانت في دمياط محملة بزيته العدد اتنين وخمسين يبقى بالميرة اتنين وتلاتين لكن باقي الدمياط كانت اتنين وخمسين اه وكانت المركب دي منها من ضمن الاتنين وتلاتين دول كان تسعة شوان يبقى كان من دونهم ايه? تسعة شوان. يعني اه ما ينصوا اتنين وتراتين اه تسعة. التسعة دول هيكونوا شوان. تمام كنا? او يعني نقصوا من الاتنين وتراتين تسعة. تسعة مراكب كانت محملة بالعتاد والايه? والاسلحة. خلاص? ساعة هالويز كان حائر متفزع. يعني خائف تدور به الارض. يعيش في مجاعة آآ شريطة. مجاعة صعبة. يأكل هو وجنود الحشائش. والاسماك وجزور النبات. اصبحوا حيوانات تتقمت. تتقمت. سوري. تتقمموا. سوري. تمام? يبقى حيوانات تتقمموا. تمام? يعني ايه تتقمم. يعني بيكلوا من القميمة. يبقى تأكل القميمة. يبقى بقوا حيوانات يأكلوا القميمة. الجيش الفرنجي مهدد بالفناء. ان هو ينتهي. الفزع يشتد في دميات. ومن فيها هائمون على وجوههم. وامرأة لويز التاسع جزعة تبكي حظها. وتندب زوجها. يعني ايه تندب زوجها? يعني بتبكي عليه. وتبحث عن طريق للنجاة. عما لا تدور على طريق لتنجيه. لكن المسيادة انطبقت عليه. خلاص هم خلاص حبسوا. والشرق يعني المسيادة برضو احكم على زوجها وحملته. يبقى كمان المسيادة حكمت على زوجها وعلى الحملة بتاعته. ولم يطل الوقت. واقبلت روسل لويس زليلة. تعرضوا الصلح وترك ضميات. يبقى ارسل لويس. آآ الرسل بتوعه علشان يعرضوا الصلح وان هم يسيبوا بقى ضميات ويسيبوهم فحلهم. والعودة بما بقي من الجيش. ان هو يرجع بقى والحبة اللي فضلانه من جيشه. في مقابل تسليم بيت المقدس. وبلاد الساحل من الشام. يعني في مقابل ان هم كمان ايه? يعني حيمشوا من ضميات بس يسلمونهم ايه? بيت المقدس. ويسلمون ويسلمونهم كمان ايه? بلاد الساحل من الشام. يعني الدونة ده والدونة ده. ايه ده يعني? فصاح بدر الدين مندوب مصر في وجه مندوب ايه الفرنج ساخرا. ايه اللي انت بتقول ده? يبقى صاح بدر الدين فيه فيه وشه. فيه ايه وش الرسل اللي جايين من الفرنج. ساخرا. ماذا يعرض لويس? وكيف يخيل اليه اننا سنوافق على هذا العرض? او نعيره التفاتا? يعني او نهتم حتى به. الم يعلم? الى اليوم. حرصانا على ثالث الحرمين? هو مين ثالث الحرمين? هي القدس بعد مكة والمدينة. عشان كي اسمها ثالث الحرمين. حرم الاول مكة وبعدين مدينة وبعدين القدس. يبقى هو بيقول له ايه? الم يعلم ان الى اليوم حرصانا على ثالث الحرمين. والقبلة الاولى للمسلمين دي كتا قبلة الاولى المسلمين ده احنا حارسين عليها اكتر حاجة. وما لها في صدورهم من المكان العظمى? فكيف يسلمونهم? زي احنا دهالو. لن نترك شبرا من ارض الشام. بل يتخلى لنا الفرنج عن كل ما بايديهم منهم. يبقى حيسيبونا كل اللي في ايديهم ايه? من بلاد الشام. ازا احبوا ان نفتح قبضتنا. يعني لو عايزين نفتحوا قدنا بقى هم اطبقوا عليهم زي ما احنا قلنا ووحة بسوم في ايه? في مكانهم. يبقى لو عايزين نفتح عليهم المكان ويروحوا بقى. لو هم عايزين كده حيسلمونا ايه? يتخلوا الفرنج عن كل ما ايه بايديهم. ونطلق لويسة لويس المسكين. يبقى وساعة احنا حنسيبوه يتصير بقى لويس المسكين. وسنرضى بهذا السمن اشفاقا ورحمة على هذا المغامر الذي اندفع الينا في غير روية ولا تدبر. اه يعني هو كان ايه? هيشفقوا عليه. عشان هو ايه? مغامر يعني وما حسبهاش كويس واندفع وما حسبش الامور واندفع بايه? بتهور كده الينا. في غير روية ولا ايه? ولا تدبر. يعني ما فكرش وجار ما نفسه في التهلوكة يعني. ولا علم بنا. يعني هو ما يعرفش آآ ما يعلمش بينا ولا بسيفنا ولا رماحنا. تمام? طيب انه في قبضتنا القوي. هو دلوقتي في ايدنا او في القبضة بتاعتنا القبضة اللي هي بتعمل ايدك كده ايه? وقبضة قوي. ولن آآ يفلت منا. مش هيهرب ايه? منا. يبقى مش هيهرب منها من القبضة بتاعتنا وقد وضع نفسه في احرج في احرج مكان. فلا الى المنصورة وصل. يعني هو مش هيوصل للمنصورة اللي احنا فيها. ولا حتى الى دمياط عائدا ومش هيعرف يروح دمياط. وسوف يقبر في هذا المكان. يعني حيطفن في هذا المكان الذي اختاره ليكون مسواه الاخير. يبقى عشان يموت فيه ويكون مقره الاخير. كيف ينجو ذلك الباغي الظالم يعني من عقبة طمعه وغروره? قولوا له دمياط القدس بلاد العرب كلها وطن واحد. كل جزء فيه كسواه. يعني ولا حنديك دمياط ولا حنديك القدس ولا حنديك بلاد العرب كل جزء فيها زي بعضها. بالنسبة لنا حنموتك في اي حاجة لو انت عايزك. ولنفرط في قلامة زفر زفر منه. يعني في ضفر يعني من ضفر من اي وطن من وطن دمياط او قدس او بلادنا مش هنشيل حتى زي ما يقولك ايه? مش حتى قد الدوفر كده مش هنسيب منهم. تمام? يعني اقل شيء منهم مش هنسيبه. فليزق الحمام. يعني آآ فليزق الموت. وليسكن مصر. آه هو عايز يسكن مصر او يجيح اهلا لوصالنا بيه. بس مش هيسكن في جنتها اللي احنا عايشين فيها. لا في جنتها ونعيمها. لا حيسكنها بس في القبر. يبا حيسكن تحت حيدفن في مصر بس هيجنها سكنة او بس في القبر بتاعه. بل في قبورها التي ضمت قبله كثيرا من المعتدين الباغين يعني الظلمين. عاد رسل لويس اليه يصفون له ما رأوا وما سمعوا. من عزم العرب ورفضهم تسليم شبر واحد من ارضهم. فامتلأت عيناه بالدموع ومن خلف تلك الدموع التي تقاطرت نظر الى جنده الذين اضناهم الجوع. يعني اضعفهم الجوع. وقرأ ما في عينهم من الصخط والتزمر. من الغضب يعني والتزمر النور السوري اللوم والتنكر. ليه اللي بيحصل ده. فخاف العقبة واصدر الامر. خاف بقى ايه هم حيتقلبوا عليه. انت مدينة فين وايه. فخاف العقبة واصدر الامر ليهم. وبينما كان المسلمون يبدؤون عامهم الجديد. فراحينا بما افاء الله عليهم من نصر وما انزل بعد بعدوهم من هزيمة. يبقى فرحانين بالهزيمة اللي طالت عدوهم. وشجر الدر تضع الخطة لانهاء المعركة. اقبلت الانباء العاجلة تهز القلوب فرحا. الفرنج ينسحبون الى دنيات الى بيتحركوا في سرعة الرياح مشاتا وفرسانا. بيهربوا. ماشيين وفرسان بيمشوا. يجرون زيول الخيبة. وصفنهم بجانبهم في النيل. يبقى المشاة والفرسان اللي هي الفرسان هما بيركبوا على الخيل. الاتنين ماشيين بسرعة. ولم يتركهم جنودنا وطاروا بجيادهم خلفهم. يبقى كمان جنودنا راحوا وراهم يبعصرون مؤخرتهم وينصرون اشلاءها في الطريق وبين الحقول. يعني ايه اشلاءها? يعني الاعضاء اعضاءهم يعني بيقطعوها في ايه? ويوزعوها كده في الطريق وبين الحقول. وهم يفرون في هلعين من الموت. يعني فيه خوف من الموت. وفيه فزع طبعا من الموت. الذي يقولوا حقهم اللي هو بيتابعهم او يتتبعهم. ويطحن من يدركه منهم. الموت بيطحن اي حد ايه? اه اه يشوفه بيطحن. حتى بلغوا بلغوا حتى بلغوا فراسكور. لحق المسلمون باولئك الفرين. ونشبت معركة طاحنة. فهجم بيبرس عليهم في ضراوة. يعني فيه قوة شديدة. وشق صفوفهم امام جنوده. ومالوا عليهم ميلة واحدة. يعني هجموا عليهم هجمة واحدة. واسخنوهم. يعني بلغوا فيه قتالهم ضربا وطعنا وسيف لويس جامد لا يجد يدا تدفعه ولا قلبا يحركه. يبقى السيف بتاع لويس كان جامد. تمام? وهو كان مسكه بمفيش حد قضر يعني يدفع. وجنوده حوله لا يحسنون ضربة ولا طعنة. تخيبين كده. فلم يجد المعتدي سوى الفرار. محدش قدر عليه لكن هو فر بنفسه ملتجئا الى قرية. قرية ايه? مونية ابي عبد الله. يبقى القرية اللي هو لجأ لها اسمها ايه? مونية. مونية ابي عبد الله. على الشاطئ الشرقي اللي فرع دميوت. ادي فرع دميوت كده على الشاطئ الشرقي بتاعه. تمام? طيب. بين فرسكور و شرم ساح. تمام? يبقى فين آآ مونية بين فرسكور و شرم ساح. تمام? عايزين تحفظوها كويس اسموها لشرم و كلمة ساح. تمام? طيب. فر ذلك الجبان بنفسه ليه مونية تاركا خلفه ثلاثين الف من الضحايا. تلاتين الف من الايه? من الضحايا سابهم و هما مش بيعرفوا يقتل. يتساقط الطير على جسسهم. يعني ايه الجملة دي يعني من كتر ما الضحايا كتير النصور انت عارفين بيجوا بعد المعركة عشان ياكلوا من الجسس. يبقى يتساقط الطير الطيور النصور بتيجي عشان تاكل من الجسس. وتجهز الوحوش على من بقي فيه رمق منهم. يعني ايه تجهز الوحوش? يعني بتنقض عليهم بقى اي حد ما يعني لسه في الرمق بيجوا عليه ويقتروا اكتر. ولكن اين يفلت ذلك الابق? سوري القابق. تمام? القابق يعني ايه? يعني الهارب. يبقى حيفلت منها فين ذلك الايه? الابق يعني الهارب. لاحقنا لويس ومن تبعه. يعني تتبعنا لويس واللي معاه فلن يجدوا امام افواه الموت سوى ان يرفعوا ايديهم في زلة. يبقى رفعوا ايديهم كده خلاص استسلموا. رفعوا ايديهم في ايه? في زلة. يطلبون الامان ويستسلمون للأسر. طربت او طريبت شجر الدر لما سمعت. الطربت او طربها الكلام ده. يعني سعدت لما سمعت والتفتت الى جنديها الابطال الذين او الى جنديها يعني الابطال الذين رفعوا الاخبار او زفوا الاخبار اليها. اللي جابوا لها الاخبار يعني. وقالت بوجه مبسوط وماذا صنعتم بملك الفرنج? عملتوا ايه? بملك الفرنج اللي هو لويس التاسع. مسكين كان يعد نفسه ليكون ملك مصر وشر. ويعد امرأته لذلك الملك. وتكون شجرة ضر جارية لها. تزلها وتزل بها المسلمات. فاينها ذهبت? يبقى بتستنكر وتقول ايه? فاين ايه? ذهب هو راح فين بقى دلوقتي. فقال لها ايه بقى? في دار ابن نكمان يا مولاتي اثيرا زليلا. اخدوه اثير. آآ يرسفوا يرسفوا في الاغلال. يعني يمشي ببطء يرسف يعني يمشي ببطء في الاغلال يعني في القيود اللي هي الثلاثة اللي ما يدينوا بيها. يحرصه الطواشي آآ صبيحهم. تمام? الطواشي فاكرين اسمه. يبقى بيحرصوا مين? الطواشي. وآآ واخواه. وآآ يعني اخوات آآ آآ لويس التاسع. انجوا وايه? وابواتي. يبقى انجوا وابواتي. طيب. يبقى هم بقوا في آآ هو بقى في السجن هو ايه? واخواته الاثنين. آآ والطواشي بيحرصهم. طيب. في القيود يا مولاتي مع الاسرة. يلعنان من فكر ومن اشار ومن ضبر. بيلعنان يلعنوا ان هما يكونوا هنا. يودان ان يضمهما قبروا اخيهما دارتهم. الذي لقي حتفه بسيوفانا. يبقى هما يتمنوا ان هما يموتوا زي. ويريحنا او يريح انفسهما مما يجدان من المزلة. يبقى عايزين ايه? نفسهم ايه? يريحوا يعني نفسهم آآ من المزلة اللي هما شايفانا. واين السلطان العزيز تورانشا? هي بتسأل برضو في فرسكور يا مولاتي. موجود فين? في فرسكور. غارق في لهوه ولعبه. يعزل ويولي. يبقى لعبته له ايه? بيعزل ويولي. وينحي الامراء الابطال. يعني ايه ونحيهم? يعني بيبعد اي امير بطل. ويبعد من كمان رجال الدولاء المخلصين? ويقدم الطائشين من حاشية اللهية. زي ما بالزبط العادل كان بيعمل. ويفرق الاقطاعات. طبعا انت عارفين نظام الاقطاع يعني قطع الارض. بيفرق قطع الارض يعني. ويفرق الاقطاعات بغير حسابا وتوعدنا بالقتل والافناء. وكمان بيهددهم بالقتل والافناء. وقد انتهت المعركة بيننا وبين الفرنج. ولن يبقى سواه. احنا فضينا الله يلا بيه. ده سمت شجرة در التسامة عريضة. كانت ايذانا ببدء العمل. يعني ايه? كأنها بتأذن لهم او اشارة لهم ان هي يبدأوا ايه? يتصرفوا مع توران شاه. فانصرف الجنود المسرعين الى فرسكور لتوران شاه. واقتحموا على توران شاه برجه الخشبي. وضربه بيبرس بسيفه. يبقى من اللي ضرب توران شاه بيبرس? بسيفه. فقطع اصابعه. ففر الى اعلى البرج واحتمى به. يبقى اول ما قطع بيبرس ايد آآ توران شاه. فطلع فوق بسرعة هرب لايه? لاعلى البرج واحتمى به. فلم يصعدوا اليه. واضمروا. يعني اشعلوا النار في البرج. فلم يجد مفرا من الموت الا ان يلقي بنفسه في النيل. يبقى ملاقى النار طلع له كده فرح رمى نفسه من فوق البرج. تمام? في النيل. فسبح المماليك اليه امامهم اقطاي شاهرا سيفهم. يبقى المماليك كلهم كانوا رايحين ورى توران شاه وقدامهم كان اقطاي. آآ ورافع ايه? رافع سيفه علشان يقتل مين? يقتل توران شاه. حتى بلغه يعني حتى وصل لي توران شاه. يبقى اقطاي وصل لتوران شاه. فضربه ضربة اطحت برأسه. يعني خطعت ايه? رأسه. وترك جثته تهوى الى اعماق الماء. يعني تسقط الى اعماق الماء. ثم عاد الى الشاطق وهو يردد في غضب قائلا. يبقى رجعت للشاطق بعد ما موته كده. هذا جزاء من لا يحفظون العهد. اللي ما بيحفظوش العهد ولا يقدرونا العاملين. جزاء من عناه. الجزاء اللي ساعدناه ده احنا اللي جبناه. وقدمناه وجبناه وقدمناه كده. وآآ ملكناه خليناه ملك. ثم استدار علينا بالازى. وبعد كده هو بيتدور عناه وويه بيازينا. ثم اسرعه يفكرون في الملك الجديد من يكون. بازن الله هننزل الاسئلة واجباتها في فيديو تاني منفصل. بس عشان وقت الامتحانات تاخده بس كده الفصل نفسه. آآ بازن الله هتبعه هتبع الفيديو ده بفيديو للاسئلة آآ فيديو للاسئلة آآ سؤال واجابة. والسلام عليكم اشتركوا في القناة